مرحبا يا رفاق انا حسناء في السادسة عشر من عمري اعيش مع والداي وليس لدي اخوة اتيت اليكم اليوم لأقص عليكم ما حدث لي هل انتم مستعدون؟ اذا هيا بنا ولكن اولا قموا بعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس بدأت قصتي في احد الايام حين كنت في غرفتي اذاكر دروسي دخلت امي الغرفة قائلة حسناء هيا قومي بتجهيز حقيبتك سريعا يجب علينا رحيلة من هنا مجددا يا امي ماذا حدث؟ لقد علمت الشرطة اننا كنا نسرق الملابس ونقوم ببيعها وستأتي الشرطة في اي وقت هيا لنرحل لقد اخبرتكم ان هذا لن يدوم طويلا لقد مللت من التنقل لكل مدينة توقفي عن الحديث هيا ان لم نخرج الان من المدينة ستلق الشرطة القبض علينا وستصبحين بلا مأوى هيا خرجت امي من الغرفة فتنهدت بغضب اجل كما سمعت والداي محتلان ويقومان بعمل مشروعات غير قانونية وحين يتم كشفهم نرحل من المدينة كي لا يتم القبض علينا استقمت لاجهز اشيائي ولم يستغرق الامر مني كثيرا من الوقت فقد كانت معظم اشيائي في الحقيبة حين انتهيت خرجت من غرفتي فقال ابي هيا بنا لقد احضرت سيارة اجرة تنتظرون في الخارج خرجنا من المنزل وجدنا السيارة ركبنا بها وانطلقنا لمدينة اخرى حين وصلنا استأجر ابي لنا منزلا لنبدأ به حياة جديدة مر يوما على انتقالنا وبصباح اليوم الثالث خرجت من غرفتي وجدت والداي يتناولان الافطار صباح الخير كيف الحال؟ صباح الخير في افضل حال لقد استطعنا الهروب هذه المرة ايضا بنجاح الا يمكنكم البدء في عمل جيد لن نستطيع ان نكمل حياتنا هكذا هذا ليس من شأنك حسنا في الحقيقة اريد ان اتحدث معكم في امر هام ما هو تحدثي كما تعلمان لم يتبقى لي سوى عام وسأتخرج من المدرسة وادخل الجامعة احتاج النقود لاستطيع ان ادخل جامعة جيدة هذا العمل لا يوفر لنا نقودة بل يجعلنا مهددين في كل وقت هرجوك يا ابي ابحث عن عمل جيد ودعنا نبدأ من جديد من اخبرك ان بعد التخرج من المدرسة ستدخلين الجامعة اذا ماذا سافعل بعد التخرج من المدرسة؟ ستعملين معنا بالتأكيد لن اصبح مثلكم هل يجبك ما نفعله؟ لو لا هذا العمل لما وجدت هذا الطعام والدتك على حق منذ هذه اللحظة لن أعطيك شيء لذا من الافضل لك ان تبدأي في البحث عن عمل لن اكون مثلكم ابدا سابحث عن عمل واحصل على النقود بطريقة قانونية انهيت حديثي وخرجت من المطبخ متجهة لغرفتي بدلت ملابسي وخرجت من المنزل لابحث عن عمل وبعد مروري ساعات وجدت عملا في فندق صغير كموظفة استقبال كنت أذهب لهناك كل يوم بعد الانتهاء من المدرسة وبأحد الأيام حين كنت عائدة إلى المنزل بعد انتهاء من العمل رأيت رجلا بلا مأوى يجلس أمام المبنى الذي أسكن به تفاجأت من وجوده فأنا أول مرة أره هنا هل يمكنني مساعدتك أيها السيد؟ هل اسمك حسناء؟ أجل ولكن كيف علمت اسمي؟ هل تعرفني؟ أجل أعرفك أنا جدك يا حسناء يا إلهي جدي كيف ذلك؟ أخبرني والدي أن جدي قتوفي منذ عشرين عاما هذا ليس معقولا بالتأكيد أنت تكذب لا لست كذب أنا جدك بحثت عنك كثيرا ولكن كلما أعلم عنوانك حين أذهب إلي أجد أنكم انتقلتم من المدينة أجل بالفعل نحن نتنقل كثيرا بدأ الرجل يخبرني ببعض الأشياء عن والداي حتى تأكدت بالفعل أنه جدي عانقته بشدة وأنا لا أصدق هذا أنا متأكد أن أبي سيصعد كثيرا برؤيتك يا جدي هيا تعال معي لا أعلم كيف سيكون رد فعله على مجيئي لقد مر عشرون عاما على آخر مرة رأيته إنه زمن طويل بالتأكيد أن أبي نسي جميع المشاكل التي كانت بينكم بالنهاية أنت والده أتمنى ذلك ولكن هل يمكنك أن تذهبي وتخبريه أولا أنني أقف في الخارج؟ حسنا بالتأكيد انتظر هنا ولن أتأخر أومألي ودخلت المنزل مسرع فوجدت والداي جالسيني أمام التلفاز أبي أمي لن تصدقوا من هنا إنه جدي ويريد مقابلتكم كما أنه أخبرني أنه يفتقدكم كثيرا ويريد أن يبدأ صفحة جديدة معكم كيف وجدته وكيف هي هيئته؟ أخبريني ماذا حدث بالضبط أخبرت والداي بما حدث وحين انتهيت قال أبي بغضب هل أنت متأكدة أنه هو؟ كيف علم مكاننا؟ أجل بالتأكيد هو يريد أن يقابلكم هل أخبره بأن يدخل المنزل؟ كيف سنسمح لرجل غريب بلا مأوى أن يدخل منزلنا؟ لكنه ليس غريبا يا أمي توقفي عن الحديث وذهب إلي وأخبره أن يرحل من هنا نحن لا نريد رؤيته ولكن يا أمي هذا رجل ينتمي إلى الشارع وسيطل هكذا بلا مأوى أخبره أنه إذا جاء إلى هنا مجددا سأجعله ينضم على ذلك خرجت من المنزل وأنا أشعر بالحزن الشديد على جدي فلا يوجد شيء يمكنني القيام به حين رآني قال لي ماذا حدث ماذا قالوا لك؟ أخبرت جدي بما حدث وحين انتهيت قال لم أتوقع هذا على الإطلاق اعتقدت أنهم يريدون رؤيتي خاصة بعد مروري كل هذه الأعوام ولكن لا بأس سأرحل الآن جدي انتظر إلى أين ستذهب الآن؟ إلى أي مكان؟ لم يعد لي مكان هنا وفجأة بدأت السماء تمطر بشدة فقلت له لا يمكنك رحيل يا جدي انسى أمرهم وتعال معي إلى أين سنذهب؟ سأخذك لمكان تجلس به فلا يمكنني أن أتركك هنا في الشارع ابتسم لي فعانقته بسعادة وذهبنا إلى الفندق الذي كنت أعمل به حين وصلنا ذهبنا إلى غرفة المدير وقلت له مرحبا هل يمكن لجدي أن يجلس بإحدى الغرف وتقوم بخصم ثمن الغرفة من راتبي؟ أجل بالتأكيد شكرا لك كثيرا أيها المدير أومألي وأخذت جدي لإحدى الغرف فقال غرفة رائعة ولكن لم يكن هناك داعي لفعل ذلك أنت تحتاجين لتلك النقود من المستحيل أن أتركك هكذا يا جدي أنا سعيدة هكذا يكفي أنك معي أخبرني إذن ماذا حدث بينك وبين أبي ولم اختفيت كل هذه الأعوام يا جدي لقد أخبرني أبي أنك تؤفيت إنها قصة طويلة ولكن سأخبرك كان لدي متجر مجوهرات كبير وحين تزوج والديك لم يكن أبيك يعمل فعرضت عليهم أن يعملوا بمجر المجوهرات رفض أباك وأخبرني أنه يريد أن يصبح شريكا في المجر وليس مجرد عاملا به رفضت بالبداية لأنه ليس لديه خبرة في المجوهرات بأحد الأيام ذهبت للمتجر ولكن صدمت حين وجدته فارغا شعرت بالصدمة حين تفحصت كاميرات المراقبة رأيت أن من سرق المجوهرات هو ابني وزوجته يا إلهي كيف لهم أن يفعلوا شيئا كهذا لما لم تبلغ الشرطة يا جدي لأنني لم أرغب أن أرى ابني الوحيدة في السجن أعلم أن ذلك سيكون صعبا عليك يا جدي لكنه يستحق هذا أخبرني ماذا حدث بعد ذلك منذ ذلك اليوم وأنا أعيش في الشارع فقد فقدت كل شيء هعتذر كثيرا يا جدي على ما حدث لك أنت لم تفعل شيئا لتعتذري لقد مر وقت طويل على هذه الحادثة أجل ولكن ربما لا يريدون رؤيتك لأنهم يشعرون بالذنب على ما فعلوه أو ربما يخافون أن تكون قد أتيت لتنتقم ربما ولكني أتيت لهنا لنبدأ صفحة جديدة معا كما أنني ما زلت سعيدة يكفي أنني رأيتك عانقت جدي وبادلني العناق وظللنا نتحدث كثيرا ومن ثم ودعت وذهبت للمنزل باليوم التالي قبل أن أذهب للفندق اتجهت لأحد المخابز واشتريت كعكة صغيرة فاليوم يوم ميلادي وأردت الاحتفال مع جدي وحين وصلت للفندق وقبل أن أصعد لغرفة جدي قالت صديقتي حسناء لقد غادر جدك اليوم صباحا لما غادر؟ ألم يخبر أحد إلى أين سيذهب؟ هل ترك لي أي رسالة؟ لا لقد أتى لي في الصباح وأعطاني مفتاح الغرفة ورحل دون أن يقول شيئا أو مأت لها بحزن؟ كيف له أن يغادر دون أن يخبرني بشيء؟ بدأت أعمل وعقلي لا يتوقف عن التفكير فيما حدث بعدما انتهيت من عملي خرجت من الفندق متجهة لمنزلي وأثناء سيري توقفت سيارة فاخرة بجواري ومن ثم فتحت النافذة وصدمت حين وجدت جدي يجلس بداخل السيارة حفيدتي العزيزة عيد ميلاد سعيد جدي كيف ذلك؟ وإلى أين ذهبت؟ أنا لا أفهم شيئا سأخبرك ولكن هيا اركب السيارة أولا ركبت معه وجلست بجواره وأنا لا أفهم ما يحدث فأمس رأيت جدي رجلا مشردا وملابسه قديمة والآن هو رجل ثري ويرتدي بدلة رائعة أعلم أنك متفاجئة الآن سأخبرك بكل شيء ولكن أولا دعيني أقدم لك هدية عيد ميلادك كيف علمت أن اليوم يوم ميلادي؟ لقد وجدتك بمساعدة محققين وبفضل تقاريرهم علمت أن اليوم هو يوم ميلادك هل أنت مستعدة لهديتك؟ ابتسمت بسعادة وقلت أجل يا جدي مستعدة أشار للسائق الذي قاد السيارة وبدأت أتابع الطريق وأفكر يا ترى ما هي الهدية التي أحضرها لجدي؟ بعد دقائق وصلنا للمطار ها نحن قد وصلنا هيا بنا لما نحن في المطار يا جدي هل سنسافر؟ ستعلمين الآن هيا بنا خرجنا من السيارة ووجدت أمامي طائرة رائعة عيد ميلاد سعيد يا حسناء هذه هي هديتك أتمنى أن تعجبك ماذا؟ هذا غير معقول هدية عيد ميلادي طائرة خاصة؟ هذا أقل شيء يا عزيزتي ولكن كيف أصبحت ثريا هكذا؟ أنا لا أفهم شيئا يا جدي سأخبرك بعدما سرق والديك جميع المجوهرات من متجري أصبحت بلا مأوى لمدة عامين ولكنني كنت أعلم في تجارة المجوهرات جيدا لذا انقذني صديق لي من الشارع وجعلني أعمل معه وأصبحنا نسافر كثيرا لشراء الألماس من المناجم ومن ثم بدأت أشتري بعض الأسهم في المنجم وبعد مروري أعوى ها أنا أصبحت أمتلك خمسة مناجم مختلفة للألماس حول العالم يا إلهي هذا رائع ولكن لماذا حين رأيتك كنت ترتدي ملابسا قديمة وأخبرتني أن أخبر والدي بأنك بلا مأوى لأنني لو كنت ظهرت على حقيقتي وعلم والديك أنني ثري كان بالتأكيد سيريداني رؤيتي كما أنني أعلم أنك متعجبة من ظهوري المفاجئ ولكن لقد اكتشفت أنني مصاب بالسرطان في مرحلة متأخرة أخبرني الأطباء أن ليس لدي الكثير ولهذا السبب جئت لزيارتكم أردت فقط أن يعلموا أنني قد سامحتهم وأردت أن يخبروني أنهم نادمون على ما فعله بي قديما وحينها كنت سأترك لهم جميع ثروتي ولكن كان يجب علي أن أختبرهم أولا لأعلم هل هم صادقين أم لا لهذا السبب أخفيت حقيقة أنني ملياردير وتظاهرت أنني بلا مأوى وكما رأيت لم يرغبوا في رؤيتي وهكذا علمت أنهم لن يتغيروا على الإطلاق لذلك سأترك كل شيء لحفيدة رائعة يا إلهي هذا كثير يا جدي كما أنني لا أريد شيئا سوى كأنت حقا لا تعلم كما أن سعيد بوجودك معي أعلم يا عزيزتي أنت تستحقين ذلك ولكن لدي شرطا واحدا فقط وما هو يا جدي؟ ألا تعطي والديك دولارا واحدا من سروتي لأنهم لا يستحقون ذلك ويجب أن يعقبوا على ما فعلوه حسنا يا جدي بالتأكيد سأفعل هذا جيد يا عزيزتي هيا بنا لنذهب ركبنا السيارة وانطلقنا حتى توقفنا أمام المبنى الذي نسكن به إذا بيو أخبر والديك أن هناك رجل ثري يريد رؤيتهما أنا متأكد أنهم سيأتون مسرعين هجل بالفعل خرجت من السيارة وذهبت إليهم وأخبرتهم بكل شيء نظروا لي بصدمة وركضوا مسرعين للخارج وجدنا جدي يقف أمام المبنى وحين رأاه أبي قال له لقد فهمتنا بشكل خاطئ نحن نحبك كثيرا أتمنى أن تسامحنا حسنا ما زالت صغيرة جدا ولا يمكنها أن تتحمل هذه المسئولية أرجوك سامحنا وترك ثروتك لنا لقد فات الأوان لهذا الكلام أعطيتكم فرصة ولكني رأيت أنكم لم تتغيروا ولن أسمح لكم بالاقتراب من نقودي حسناء عزيزتي أنا والدتك كيف لجدك أن يفعل شيئا كهذا؟ هذا ليس عدلا توقفوا عن هذا التمثيل أنتم حتى لم تعتذروا له على ما فعلتمه في الماضي كيف تجرؤين على أن تتحدث معنا هكذا؟ من الآن أنت لست ابنتنا غادروا عائدين للمنزل لا أنكر أنني شعرت بالحزن الشديد حين لاحظ جدي حزني قال لي مبتسما ما رأيك أن نذهب بطائرتك الجديدة للاحتفال بيوم مولدك بأي مدينة تريدين؟ قلت بسعادة أجل حيا بنا ومنذ تلك اللحظة وأصبحت أعيش مع جدي وأصبحت حياتي جيدة ولا أعلم شيئا عن والداي بأحد الأيام حين كنت أتصفح هاتفي صدمت حين رأيت خبر القبض على والداي انظر يا جدي لهذا الخبر لقد قبضوا على والداي كان سيأتي يوم ويتم القبض عليهم لا تحزني يا عزيزتي لقد أخطأوا كثيرا لابد أن يدفعوا ثمن أخطائهم أجل بالفعل يا جدي لقد أخبرتهم بذلك كثيرا حاولت أن أجعلهم يبتعدون عن ذلك الطريق ولكن لم يستمعوا لي ولكني في نفس الوقت حزن عليهم كثيرا وأنا أيضا فهو ابني الوحيد لذلك أفكر أن أجعلهم يقضون أسبوعا في السجن عقابا لهم ثم أدفعوا تعويضا وأخرجهم أحبك كثيرا يا جدي وأنا أيضا يا عزيزتي وبالفعل بعد مرور أسبوع ذهبت أنا وجدي لمركز الشرطة ودفع جدي تعويضا لهم ثم سمح الضباط بإخراجهم وبالفعل حين رأوا جدي قال أبي بحزن شديد هالم أنني أخطأت كثيرا وفعلت أشياء كثيرة سيئة ولكنني نادم الآن على ما فعلت للأسف لا أستطيع تصديقك لأني فقدت ثقة بك وبزوجتك ولكني سأعطيك فرصة أخرى سأنشئ متجر ملابس صغير لك سأتركك تقوم بإدارته لمدة شهر إن أثبت لي أنك تغيرت للأفضل سأسامحك أحقا يا أبي أجل أعتذر لك كثيرا يا ابنتي على كل شيء أتمنى أن تسامحين أسامحكم يا أمي وبالفعل قام جدي بإنشاء متجر ملابس لهم وبدأ أبي وأمي بالعمل وبعد مرور شهر ذهبت أنا وجدي للمتجر وصدمنا حين وجدناه مزدحما بالكثير من الناس اقترب أبي وأمي منا وقال جدي لم أتوقع قط أن أجد المتجر مزدحما هكذا لقد أثبت لي بالفعل أنك تغيرت للأفضل أنت وزوجتك خلال الأسبوع الذي قضيته في السجن فكرت فيما فعلت وأدركت أنني أخطأت كثيرا أتمنى أن تسامحني يا أبي أسامحك يا بني ومنذ هذه اللحظة سأعطيك منجما من الألماس تقوم بإدارته لا يا أبي أنا وزوجتي سعيدين بهذا العمل كثيرا كما أنني ليس لدي الخبرة الكافية في إدارة منجم من الألماس حسنا يا بني كما تريد ومن اليوم ستقيم أنت وزوجتك معنا في القصر وبالفعل انتقل أبي وأمي للعيش معنا في القصر ومنذ هذا اليوم أصبحت حياتي أفضل بكثير وإلى هنا أصدقائي تنتهي قصتي أتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم إلى اللقاء في قصة جديدة ترجمة نانسي قنقر